السلام لبنات مرحبا بكم في القناة ان شاء الله تكونوا بخير وعلى اخير في الفيديو تعالي اليوم ندير معكم وصفة سهلة وسريعة وتوالم بزاف للعيد الكبير ان شاء الله تعيدوا بالصحة وهنا كل عام وتوما بخير هذه الوصفة هي ليكوتلات بالبصل والطوماتيش جي بزاف ابنينا نروح وضوكم مباشرة باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير اللي هي بزاف سريعة وسهلة اول حاجة عندي هنا هي ليكوتلات كمية اللي حبيتيها لحسب افراد العائلة حبتها طوماتيش قطعتها قطعة صغيرة عندي هنا زوج حبتها بسلم قطعة شرائح مع زوج سنين التعتوم والزيت والملح وفلفل اسود وعندي كمية المعدنوس للتزيين وثاني طوماتيش صغيرة غير فيها صغيرة طوماتيش مصبرة هنا اول حاجة رح ندير الملح وفلفل اسود هكذا رح نتبل للحم بعدها كما تشوفوا هكا في هذي الاثناء بينسوا نكون شعلت درت مقلة درت فيها شوية زيت وشعلت عليها على النار يتسخن هكذا باش نقليلي كوتلات نقليهم هكا لي حبي ينقص شوية زيت ينقص هنا درت شوية كمية كبيرة على الزيت من بعد باش فقط ما ليش هكذا نقلوهم ملح مش يتخليهم حتى يتحرقوا باش القوت تحهم لازم يبقى كي يتحرقوا اللي يجوا مقلمشين بزاف والحم كامل يبس لازم تطيبهم شوية شوية بهذا الشكل يتحمروا ملح هكذا نقلبوهم على الجوانب على الجيتين باش يطيبو ملح بعدها حننحيهم ونقص شوية زيت نديروه في مقلة واحدة اخرى بهذا الشكل ندير كمية البصل هنا يبقى كمية اختيارية لحسب ارفرة العائلة والضياف ثاني تولى من الضياف ثاني في العيد الكبير ولا في نهار وخلاص هكذا نقلبو هاداك البصل هنا لازم تنقص على النار نديريها النار هادية ما لازمش يتحرق النار البصل كما يكن تشوفوا يذبال شوية بعد لي يذبال بهذا الشكل اراح انضيف كمية الثوم هنا ثوم زوج سنينة تقطع ثوم قطعة صغار بهذا الشكل هادا مشي جواز تكتوكا بس كين جواز بصله طوماطيش يديروه للحميسة انا هنا مادرش الحميسة نفس الطريقة وشنو اللي كوتليت لازم يطيبوه في القدرة هنا قليدهم انا روح نضيفهم للتكتوكا هنا زيت طوماطيش بيانسيغ روح نضيف رشة على الملح ما نتكثروش بزر بس كون دجال الحمره هو مالح درنال و الملح مقبل هكذا وندير الفلفل اسود رشاة على الفلفل اسود ولي حبي يزيد الفلفل العكري ولا الفلفل الحاري يزيد انا ما درتوش درت غير الفلفل اسود هكذا ونزيد نقلي منظاره جديد ما تنسوش بلي لازم تكون النار هادية هنا نضيف مغرفة صغيرة على طوماطيش مصبره ونخلط منظاره جديد نحلحلها مليح هكذا هكذا من بعدها رح نمرق نحن نضيف كمية صغيرة على الماء لا تكثروش يربي فنجل هكذا سوف يكون هناك طروج نضيف طيبة على النار هادية كما قلت لكم هكذا طيب البصل والطوماطيش والطوم بهذا الشكل هنا بعد اللي طابو بينسوك شوفو كيف شذبال معانا البصل والطوماطيش هكذا وثقالة المرقة ثقالة رح نضيف كمية الكوتلات اللي كنت قليتهم مقبل من الفوق ونخليهم يجدوا يتشربوا شوية من اللاسوس في مدة خمس دقايق هكاك تقريبا خمس دقايق ثلث دقايق ما تزيدين لهمش ودجاهنا اللاسوس راهي ناقصة بزاف وثقيلة نضيف لهم اللاسوس القليان هاديك اللي بقت هكذا اللي حبي يزيد الحميسة يزيد هنا أنا ما ضفت لاش الحميسة درتها كطابق خفيف خفيف ما زيتش الحميسة اللي حبي يزيد ويتكون طيبة يضيفها في هذه المرحلة ولا ما كانتش طيبة يضيفها في المرحلة الاولى مع البصل العادي أنا ما ضفتها طبق خفيف كما قلت لكم تكتشوكا بصل وطوماتيش ومع اللي خردت شوية معدنو اسم الفوق هكذا بهذا الشكل هكذا تقلي بطاطا وصلاة دولي كوتلات لازمو أحدي من نوع شوية ويبدل جا بزاف يشهي شهية طيبة للجميع نقول لكم ان شاء الله تجربوه بطريقتي وينال رضاكم في الاخير نقول لكم ما تنسوني الشبجام وكومنتروا وبارتاج للفيديو ونقول لكم صحة عيدكم تعيدوا بالصحة والهنا وكل عام تم بخير ان شاء الله هنا عاد عليكم وعلى والدكم وفاملاتكم بالصحة والهنا وعلى الكل الأمة الإسلامية ان شاء الله ونتلقوا في فيديو آخر ان شاء الله سلام